الأمس قمت بزيارة أسيرين من قطاع غزة واحد منهم الأسير محمد عرب الصحفي في التلفزيون العربي وأسير آخر اسم طارق عابد يعني عمليا أنا شخصيا كمحامي وكإنسان حالة العجز اللي أنا فيها ما زالت مرافقتني مش من هذه الزيارة من زيارة معتقل تيمان منذ أسابيع أنا توقعت أنه أساليب والشهادة اللي اسمعتها من الأسير محمد عرب منذ أسابيع هي الحد الأقصى من أساليب التعذيب والتنكيل اللي ممكن إسرائيل يتمارسه بحق أسير مقيد اليدين معصوب الأعين عمدار أشهر طويلة ولكن محمد يوم أمس بالذات لأسير محمد عرب أضاف أكمل شهادته الفضيعة بالأساليب اللي اسرائيل بتكون بممارستها بحق الأسرة بزدي تيمان وعمليا عمدار مئة يوم أول محام بشوفه كان أنا ولكن يوم أمس اذكر بعض التفاصيل اللي يعني جدا فضيعة محمد نقل مع مئات الأسرة من معتقل الزدي تيمان منذ عشرة أيام بعد زيارتي لمعتقل الزدي تيمان روالي محمد عن تفاصيل حالات وفاة لأسرة لأسير على الأقل واحد أمامه توفى ولقى حتفه بسبب التعذيب الممارس بحق هذا الأسير اللي طبعا كان بحال صحي بحاجة لعلاج ولكن بسبب المماطلة بسبب يعني لا أذهان صاغية لكل مطالب وتوسل حتى الأسير توسل أن يقدم له العلاج ولكن الأسير مكان أن يقدم له العلاج تم الاعتداء عليه وتم عمليا التنكيل به وتم ضربه وهو مقيد اليدين والرجلين وبعد ساعات لقى حتفه هذا الحديث من أسبوعين حالات أخرى محمد تحدث عنها عمدار 45 دقيقة زيارتي يوم أمس عن حالات اغتصاب يعني روالي محمد عن حالات اغتصاب اللي نقلناها باسم محمد للعالم كله ولكن مثل ما عم أبو أدم تفضل وحكى عن موضوع مبوبة مطفاة الحرائق أن يتم استعمالها بأسير مكبل اليدين وإجباره على النوم على بطنه وتجريده من كل الملابس وإدخال بربيش المطفاة داخل مؤخرة هذا الأسير وتشغيل هذه المطفاة بالمادة الكيموية لأعلم الماء أما معين كل الأسرة يعني هنا هنا الفضاعة أن تمارس التنكيل والفضاعة بحق هذا الأسير هذا الأسير يعاني والأسر الآخرون يعانون يعني لتنقين كل الأسرة هناك أن كل الأسير ممكن أن يتعرض لهذه الأسريب الوحشية بحقه هذا الأسير موجود في معتقى العوفار يعني لا أذكر اسمه خوفا على مشاعر عائلته وحفاظا على مشاعر العائلة ولكن هذا الأسير شاب يبلغ من العمر 27 عام موجود في معتقى العوفار موجود في حالة نفسية صعبة جدا ومحمد يعني هذه بصية الأسير لمحمد خلال الزيارة أنقذوا هذا الأسير هذا الأسير بحاجة أن العالم أن ينقذ هذا الأسير أن حالاته الصحية النفسية والمعنوية منهارة تحدث محمد أيضا عن حالات التنكيل تتعلق بتعليق الأسرة على الجدران وتهجيم الكلاب البوليسية على هلاء الأسرة وهم مقيدين والاعتداء عليهم بالهروات على مدار ساعات متواصلة تحدث محمد عن حالات تنكيل أيضا بصعقات بواسطة المستسدسات داخل مؤخرات الأسرة هناك أسير تم الاعتداء عليه ولا يعرف مصصيره حيث نقل محمد من معتقل تيمان إلى عوفر يعني عوفر أنا توقعت أن تكون الفضاعة أقل مما سمعت من شهادات عن تيمان ورأيته بأم عيني ولكن الفضاعة هي نفس الفضاعة ونفس وهي أداة معتقل عوفر معسكر عوفر بالأساس هو بحاذي لمعتقل عوفر هو أداة من أدوات الحرب على الأسرة يعني أنا شخصيا كنت مرتاح عندما تم نقل محمد من معتقل تيمان إلى عوفر ولكن سمعت أسوأ بالأمس يختلف معتقل عوفر من ناحية الشكل والمباني وظروف الاحتجاز ولكن تحدث محمد عن قسمين عنبرين هذا وصف محمد لهؤلاء المكانين يصفوها الجنود بالذات الجنود العربة يتحدثون لغة العربية عنبر يسمى الجحيم وعنبر يسمى جهنم هذا العنبرين فقط للتعذيب هم لا يروا ولكن يسمعوا آلام وصرخات الأسرة التي تم تعذيبهم هذا المكانين محاذي لغرف الأسرة الأسرة داخل معتقل عوفر معسكر عوفر محتجزين داخل غرف مصنوعة من البطون بدون تهوئة بدون شبابيك لا يسمح لهم الخروج من الغرف إلا فقط الاستحمام وسياسة الاستحمام للدقيقة هي نفس السياسة الممارسة في معتقل تيمان كل أسير يسمح له أسبوعيا استحمام دقيقة واحدة هناك أسرة يخشون من الذهاب حتى الاستحمام هذه لا يتعد هذه الدقيقة ويتعرضوا لاعتداء والتنكيل والتعذيب والأسرة داخل الغرف يعني إسرائيل تخشى من الأسير حتى داخل الغرفة الأسرة داخل الغرف محتجزين وهم بالقيود يعني الأسير يأكل ويدخل إلى الحمام وهو بالقيود الحمام داخل المرحاض داخل هذه الغرف مكشوفة أمام أعين الأسرة يوجد كاميرات داخل هذه الغرف يعني عمليا هم يراقبون كل تحركات الأسرة حتى داخل المرحاض المختلف عن معسكر تيمان أن داخل هذه الغرف هناك أسرة الأسرة عمليا لا تكفي لكل الأسرة كل أسير الغرفة صغيرة يعني كل أسير يعني 25 أسير 26 أسير داخل الغرفة و15 سريرا والأسرة ينامون على الحديد لا فرشات لا أغطية لا وسادات ولا أي شيء يعني عدا أن الحالات المرضية التي محمد تحدث عنها داخل حتى معتقى العوفر فهناك بما تسمى العيادة بجانب الغرف العيادة تحدث عن وجود أكثر من مئة أسير داخل هذه العيادة يعانون ويصرخون الويلات من التعذيب من بطرت يده ومن بطرت رجله ومن يعاني من إصابات تم احتقى لود من داخل غزة وتم وضعه داخل معتقى العوفر يعني محمد تحدث عن حتى بعد الزيارة لمعتقى التمان يعني وهنا طبعا التأكيد أن الزيارة مراقبة من اللحظة الأولى حتى النهاية تم استجواب محمد والتحقيق محمد عن هذه الزيارة وتم تهديد محمد عن ما نقل لي من شهادته ونقلتها للعالم يعني حاولت أن أساهم للعالم أن أساهم بمناشدات ومعاناة الأسرة هناك وهنا تأكد محمد أن العالم عمليا ما عمليا استطعت أن أساهم به هو كبير وهنا عمليا ازدادت معنويات محمد وتحدث يوم أمس عن كل التفاصيل